فيلمينا بيبدأ بقصة حصلت قبل مئة سنة وأبطر القصة دي كانوا العمالقة اللي ظهروا فجأة وفيهم شبه كبير جدا من البشر وقتلوا أغلب البشر وقابدوا حضرات بالكامل وعلشان بقى البشر لس عايشين يستمروا في الحياة بنوا تلت جدران أملاقة بتحوط مساحة أرض وأسعة علشان يعيشوا فيها وتعذرهم عن العلم اللي مليان عمالقة ويقدروا يعيشوا بسلام وطبعا الوقت اللي بكلمكم في دلوقتي هيكون فات مئة سنة من وقت بناء الجدران الأملاقة دي والبشر اللي جواهم عايشين في سلام وده أرمن شاب طموح ودماغه شغالة وبيخترها شوية اختراعات بسيطة عشان بتساعدهم في حياتهم لكن وهو ماشي فجأة خبط في واحد شكل ومش مريح خالف لكن اتظار له وكمل طريقه لحد ما راح لميكاسا ودي تبقى صاحبته وخدها وراحه الإيرين اللي هو وميكاسا بيحبه بعض لدرجة كبيرة وكمان كانوا مصدر السعادة في حياة بعض في وسط العيشة البائسة اللي هم معايشين عليهم وإيرين كان فعلا مش حبيب حياته وحاسس انه محبوس ورا الجدران الأملاقة مش بيحتمي بيها وخاصة لانهم بدأوا يعتقدوا انه ما فيش عاجة يسمعها عمالقة وكل اللي هو سمعوا عن حكاياتها العمالقة ما هو اللي عبارة عن شوية وهم وتخريف وعلشان كده القرر انه لازم يخرج من الجدران ويشوف العالم وراها الشكل وإيه بالزد وارمين ومكاسة في البداية رفضوا لانهم خايفين من الفكرة لكن ايرين قارف لقناهم بسرعة انهم يروحوا معاه وده لانهم نفسهم يشوفوا البحر اللي ما يعرفوش عنه غير شوية صور مش اكتر وفعلا مش لحد ما اقربوا من الجدران لكن لقوا ان في قوات جيش كبيرة واقفة جنبهم علشان تأمنوا فاستخبوا وتسللوا من وراهم لحد ما وصلوا الجدار ودي كانت اول مرة يقربوا منه بالشكل ده كانوا في البداية خايفين لكن ايرين قال لهم ده مش وقت تخوف وكان هيتسلق الجدار لكن الجيش شافهم فجأة وابضوا عليهم وكانوا بيحاول اضربوهم لكن ايرين عمل معهم الصح لحد ما القائد وصل وطلع يعرف ايرين فقال لهم سيبوني انا هتصرف معاه ومن الواضح انه بيحبه وده لانه كان صاحب ابوه وقال له ان الجيش قريب هيعمل عملية استطلاعه ورا الجدار علشان يعرفوا ايه الخطر اللي بيهددهم وكمان يعرفوا ان كان فيه عمالكا لسه موجودين ولا ماتوا لكن فجأة وهم بيتكلموا حصل زلزال قوي جدا ومقوته بدأ يأثر على الجدار الاول اللي هو وراء عمة الشعب والطبقة الفقيرة وفجأة سيموا صوت مرعب لدرجة انه ممكن يوقف القلب وكمان صاحب الصوت ظهر وكان عملاء ضخم بطريقة مرعبة لدرجة انه اكبر من الجدار بمراحل وكمان جسمه مليان نار لدرجة انه اللي يشوفه حسه بركان متحرك وكمان فوق كل ده كان متعصب من حاجة ما حدش يعرفها وبيهاجم الجدار بكل قوته لحد ما نجح في انه يعمل فيه من تحت فتحة كبيرة ومن قوة هجومه في صخور مشتعلة بدأت تضرب المدينة اللي بعد الجدار الاول وزي موقتلكوا دي فيها طبقة الناس الفقرة والعمية وقائد حراس الجدار راحل كاتبته بسرعة وامروا ما يستعدوا بالمدافع والاسلحة والصخور لسه بتضرب القرية الاولى بطريقة بشعة وكأنها فيه حد بيضرب بمنجانين وفجأة الأملاق المرعب اختفى والمكان رجع عادي زي الاول لكن يا عزيز المشاهدة حب اقولك ان ده هدوق ما قبل العاصفة لان بعد لحظات بسيطة فيه عمال قطنين يشبيه البشر ظهروا عند الفتحة اللي اتعمرت في الجدار وكان شكلهم مبسوطين جدا ما عرفش ليه وكمان انبساطهم شكله ما كانش بيدل على اي خير والجيش بدأ يعجمهم بكل قوته ويضرب عليهم بالمدافع لكن للأسف اكتشف ان المدافع ما بتأثرش فيهم وبيرجعوا تاني يتكونوا نفسهم من جديد وده معناه انهم تقريبا كده بيموتوش وقرن لما شاف كده تصدم وقال ان الاستورة شكلها كده هتطلع حقيقية والعمالكة كانوا بيبصرهم بابتسامة سخيفة ومرائبة ومبسوطين جدا لانهم شايفين غداهم قدام عينهم نوع لحمة جديدة عاوزين يتعرفوا على طعمه وبالفعل بدأوا باول واحد وكان بيأكلوا الشبه الحمامة كده وطبعا الاجل ده كان بيأكلهم كانهم صباح محشي هو من الاخر كل واحد كان بيأكل في البشر بطريقته الخاصة المهم انهم بيعملوهم بطريقة بشعة بكل معنى الكلمة لدرجة ان في واحد من الجيش فضل انه ينتحر ولا انه يكون حمامة مع شرية عند العمالكة بس مش مشكلة لو مات لان ده مش هيأثر قوي لانهم رحوا عند القرية لمليانة بشر كتير جدا وحسوا انهم كنز وانا بصراح حسيتهم بيقفشوا فيهم شبه الفرق بالضبط وكل واحد كان بيحاول يهرب ومش مهم غيره لكن للأسف فيه كتير وهم بيهربوا العمالكة فعصوهم كأنهم واللي لسه عايشين حاولوا يهربوا علشان يدخلوا مغزن ويحتموا فيه ويرين وميكازي كانوا معاهم لكن ميكازي شافت واحدة واقعة وخايفة على بنتها فرجعت عشان تساعدها ويرين كان بيحاول يرجع معها لكن معرفش بسبب الناس اللي كانوا بيرموه على جوه وقفلوا الباب على نفسهم ويرين لما حاول يخرج الناس رفضت تسمح له يفتح الباب وحبسه معاهم وكان شاف ميكازي حبيبته قدامه ومش عارف يوصل لها وفجأة وهو بيبصلها شاف واحدة من العمالكة رحت لها ووقفت تبصلها بصة شكلها مش حايل وخالص غير انها بصة توقف ضربات القلب وفجأة الباب عند إيرين اتخبط فبعد عنه وهو خايف ولما رجع تاني علشان يطمن على ميكازي ما لقاش موجودة في مكانها فعرف ان لها ملاقة كلتها ففتح الباب وخرج فأمل انه لقيها لكن بدون فايدة وفجأة فيها عمالكة كتير تجمعها عند المغزن اللي إيرين خرج منه وزنق الناس اللي جواه وبدأوا يأكلوا فيهم بدون اي رحمة لدرجة ان دمهم بدأ ينزل من تحت الباب كأنه مية عادية وإيرين لما شافه ما فرقش معاه لانه اصلا كده كده منهار بسبب موت حبيبته ومش من المكان وهنروح بعد سنتين من الحادثة البشعة دي والبشر اللي كانوا لسه عايشين رحوا يستخبوا ورا الجدار التاني وراها ناس بس انفوذهم اكبر شوية من الطبقة العامية اللي خدت الصدمة الاولى في البداية وفي المنطقة دي البشر جهازه جيش مدرب على اتم استعداد علشان يقدر يحارب العمالكة في اي وقت وإيرين كان من ضمن جنود الجيش لكن كان فيه مشكلة كبيرة وهي ان المكان اللي العمالكة احتلوه هو اللي كان مسؤول عن المحاصيل الغذائية وبكده المحاصيل الغذائية بدأت تقل لان ما عادش فيه حد بيزرعها ولا مكان تتزرع فيه وكمان عدد البشر زاد ورا الجدار التاني فحصل ازمة في الاكل والشرب والازمة دي تسببت ان فيه ناس كتير ماتت من الجوع وعلشان كده الجنرال العسكري المسؤول عن الجيش بالكامل واسمه كوبال قرر انه يبعد كتيبة حرب العمالكة وتسد الفتحة الموجودة في الجدار ودع علشان العمالكة ما تقدرش تدخل عندهم تاني وبعد ما كوبال خلص خطابه طلب من هنزل قائدة الفرقة انها تعرض عليهم السلاح الجديد اللي ساعدهم في قتل العمالكة والسلاح عبارة عن حبال قوية ساعدهم في انهم يطيروا علشان يوصروا المنطقة معينة في الاملاك لو اتضرب منها هيموت بدون تفاهم لكن هنزل هي بتعرض عليهم السلاح كانت هتخلص عليهم بس هنعمل نفسنا من خدناش بالنا وخطتهم في انهم يسدوا الجدار هي انهم هياخدوا متفجرات قوية ويدربوا بها الجدار من فوق والحطام اللي هينزل منه هيسد الفتحة اللي تاع وهو اهل الجدار هيأثر شوية لكن مش هيفرق لانه اطول من العمالكة بتلت اضعاف وبالليل الفرقة بدأت تجمع اسلحاتهم ومتفجراتهم علشان ينفذوا مهمتهم وكانوا محتاجين ينفذوها في الضلمة بدون ما العمالكة تشوفهم وايرين اتطوع انه يشارك معهم علشان ينتئم لحبيبته مكاسا مش اكتر ولما الجنود اتحركوا في واحد منهم قال لايرين انهم هيقابلوا واحد اسمه شكيشيما وده قتل عدد كبير من العمالكة غير الجندية المساعدة بتاعته وديل واحدها قتل اكتر من عشر عمالكة ولما وصلوا عند الجدار حسوا ان في حركة وراهم فخافوا لكن بسرعة اكتشفوا انها مواجه فرجعوا اطمنه التاني وتحركوا علشان يتفذوا مهمتهم لكن فجأة في واحدة سمعت صوت طفل بيعيد ففكرته الطفل ضيع من اهله وقررت انها لازم تساعده وحاولت تمشي وراسوته كتير لحد ما فعلا وصرت له ويرتها ما وصرت له ولا شافته وده لانه طلع الطفل صيني من نسل العمالكة وكان بيلعب مش بيعيط وكمان المصيبة انه بيلعب بجسة واحد ميت وعجبه شكل راسه فكلها وبعد كده شاف البنت اللي راحت له تنقصه فحاول ياخدها علشان يلعب معها برضه لكن يتقلب على وجه ومن هنا بقى بدأت المشاكل لانه طلع طفل زنان وكمان شكله مرعب جوابه بزن وصوته عالي جدا لدرجة مرعبة والبنت اللي عنده خافت وهربت ويبتصرخ بصوت عالي جدا اتسبب في ان العمالكة حسوا بوجودهم وبدأوا بالقائب بتاعهم وكان وجبة طعمها جميل على ما اعتقد غير طبعا العمالكة التانيين اللي بدأوا يطردوا الاتنين والجنرال كوبال طلع راجل لمؤاخذة ولما شاف العمالكة وراهم خد الاسلح والمتفجرات وكمان العربيات اللي معاهم وخلع بمجموعة وسبب المجموعة التانية وراه والعمالكة بقوا بيتاردوهم من كل اتجاه وده علشان يكلوهم كوجبة سناكس بين العشاء والفطار ولما خلاصت حصره وفقدوا الامل انهم يهربوا شيكيشيما وصل وبكل بساطة عمل الطريقة الوحيدة اللي ممكن يقتلوا بها العمالكة وهي انه يضربه في منطقة الظهر بالسيل وفعلا العمالكة وقع وتبخر في وقتها وهو كده يعتبر مال لكن فجأة فيها عملاكة نوصل ومساعدة شيكيشيما ظهرت في الوقت المناسب وخلصت علي برضو والعملاكة العادة اتبخر بس مش ده المهم المهم ان مساعدة شيكيشيما دي اتطلعت هي مكاسح عبيبة ايريني اللي اول ما شافها تصدم وقلبه كان هيوقف من الفرحة والصدمة وشوية احاسيس كتيرة لكن هي مدتلوش اتمام وكمان ولا كأنها عرفاء ولا فرحة نوريس عايش ومشت مع شيكيشيما وراحوا للجنرال الكوبار اللي هرب وصبر الجلد واللي اتبقى من الجماعة اللي كوبا الهرب واسيبهم راحوا تاني للمقر بتاعهم لكنهم قاعدين في واحد استفز ايرين بالكلام وكمان حاول اضربه لكن ايرين طلع مستفزة اكتر منه وكمان ضربه وما سابوش غير وهو مخرشمه ومكاسة ظهرت من ظهر ايرين ومسكيتو ورميته في الارض فاتصدم وهي ولا كأنها عرفاء وقالت له كفاء ازعاج لاننا مش عايزين العمالكة تاخد بلها منها وقبل ما تمشي ارمن صاحبها ندع عليها وقال لها انا عارف ان دي انت مكاسة صاحبتي لكن اتجهلته ومشيت ويرين بقى مصدوم ومش مقتنع باللي بيحصل له ولما شفش كيشيما سألوا ازاي مكاسة بتقدر تقتل العمالكة فقالوا لان انا اللي علمتها تحب علمك انت كمان ويرين وافق وقال له اه لكن شيكيشيما قال له انا مش هعلمك وسب ومشيت ويرين راح لمكاسة وقال لها انا سعيد ان انت ريس عايشة فبصت له باحتقار وقالت له الطفل اللي كان معايا كان هيتاكل وكمان انا كنت هتاكل معايا وفعلا ظهرت له جنبها وكان عليها علامة عملاك ويرين اول ما شفها تصدم وما قدرش يقف على رجله ومكاسة قالت له انا لازم استمر في قتل العمالك وشيكيشيما كان قاعد وراهم وضرب ايرين بتفاحها وقال لهم معلش ما كنتش عاوزة قطعكو وفضل يعمل شوقات حركات مستفزة مع مكاسة علشان يضايق ايرين ومكاسة ما قادرتش ترفض لانه القائب بتاعها وهنا ايرين يعتبر قلبه ماتلت مرة التانية بسبب مكاسة وخرج من المكان وهو بصرخ بكل مجهوده علشان يطلع الغزر المجهود جواه لكن في بنت راحط له علشان يهدأ وراحوا قاعدوا في مكان مع بعض وبدأوا يفتكروا ذكرياتهم وكل واحد بيحكي اللي عنده لكن فجأة فيها عمالك وصلت عندهم وفي واحد سحب البنت دي من ايد ايرين بكل بساطة يروح نفسهم بسرعة علشان يواجهوا اي حاجة او حتى يموتوا بشكل شيك شوية وشكيشيو انطلق هو مكاسة وكانوا بيقتلوا اي عملاق بيقف في طريقهم بكل بساطة وبدون اي تعب لكن ده ما يدرش برضو ان فيها عمالك كان مزاجهم رايق وبيصطدوا بعض الجنود وبيروحوا يأكلوهم بايد عن المعركة والوش بكل رواقين وكمان الجيش طلعوا في وسطهم واحد خاين وهو نفس الشخص اللي شكله مش مريح وخبط في كتفه ارمن في اول الفيلم والشخص ده خاين لان سرق المتفجرات اللي يستخدموها في انهم يسدوا الصور وهرب لكن ما الحيش يهرب كتير وده لان في واحد من الجنود رمالهم اللي طوف في العربية فولقت في المتفجرات وفي بنتة نطت فوق العربية واحتلتها وقررت انها لازم تقتل بيها العمالكة وخدتها وراحت عند مجموعة كبيرة من العمالكة وعملت عملية انتحرية وفجرت نفها فيهم وكان انفجار كبير جدا لكن للأسف ما اصرش في العمالكة بروباجني وده لانهم ما بيموتوش بالطريقة دي خالص ورجعت عالجه تاني عادي ولا كأنهم حصل لهم اي حاجة لا وكل واحد فيهم كان ايم وهو مع غداو بيأكلوا بنفسي مفتوحة خالص ويرن لما شاف كده ادايق فبدأ يستخدم اسلحته بشكل قوي جدا وكان بيطير في وسط العمالكة بكل بساطة وكأنه محترف قتل عمالكة وشاكيشيما كان بيرقبه وبيديله التوجيهات علشان يتبعها ويتصرف باحترافية وفعلا التوجيهات دي نجحت معاها وتسببت في انه وقع في بقق ايملاك عادي خالص فكان رجله عادي برضه وشاكيشيما قال له نسيتا اقولك انه في بعض الاحيان ما بنكونش محظوظي وفي املاك بكيرش ميسك ارمن صاحب ايرن وكان ناوي يزود بيه حتة في كيرش وكانت ناقصة وميكاسا ضربت املاك واعتقدت انها قتلته وبعد كده شافت ايرن وهو رجله مقطوعة لكن الاملاك طرق لسه ماتش وميكاسا ما كانتش عارفة تركز معايا ولا مع الاملاك لكن قررت تقتل الاملاك الاول وترجع ليرن اللي شاف الاملاك ابو كيرش وهو خلاص هيكل صاحبه ارمن وكان قوي جدا وكل اللي حاوله يقتلوه ما عرفوش يأثروا فيه باي طريقة والاملاك اول محط ارمن في بقه ايرن رحله بسرعة عشان ينقصه وطلعه من بقه الاملاك في اخر لحظة لكن هو اللي اتكل بداله وما تبقاش منه غير دراعه وايرن بدأ يعم في كيرش الاملاك ابو كيرش لحد ما ويع في حتة كلها مية ومش عايزة تخيل ايدي بالزبط المهم انه لها صاحبته اللي كانت قاعدة معاها والتكلت والمية دي كانت محللة جزء من وشها وفعلا هو كمان بدأ يتحلل ومكاسا رحت لارمن فقال لها خدي دي ايد ايرن هي اللي اتبقت منه فاتدهيت وقالت انا لسه مهمتي هي اني اقتل العمالك وفعلا عجمت عليهم بكل قوتها وقترت منهم كتير في لحظات بسيطة لكن للأسف جهاز التنقل بتاعها فضت طاقة بتاعته فوقعت في الارض وبدأت تفتكر ايرن وهي شافة قدامها لاملاك اللي كله لكن فجأة مست كيرشه وقال انا شكلت عشيت بزيادة ولا ايه بطن بتوجع نواجد عان وفجأة انفجر لاشلاق وطلع منه املاك تاني لكن شكله مختلف واجبر بكتير وكمان مرعب عن باقي العمالك وبدأ يهاجمهم ويقتل فيهم واحد وراء التاني بكل بساطة وبدون اي تعب وده لانه اقوى منهم بمراحل وعساك للجيش ما كانوش مصدقين نفسهم ان في املاك قوي حالف ليهم وكمان بيدافع عنهم بعد ما خلاص كانوا فقدين الامل في الحياة وبعد ما خلص على عدد كبير جدا الباقي خف وانسحب والعملاك ده راح لمكاسة ويف قدامها فكلمته على انه ايرن لكن هو امسكها وبعد كده فقد السيطرة على نفسه فسبح تاني وقع في الارض ورجع لهيقته الحقيقية وهي ايرن فعلا ورجل ويده رجع تاني زي ما كانو وما بقاش نقصه اي حاجة وكل ده الاخش كشيمة كان بيرعبهم في صمت وهما مش شايفينه